بعد ثلاثة أشهر على تقريره عن المالية العامة في لبنان تحت عنوان نظام تمويل بونزي، تقرير جديد أصدره البنك الدولي بعنوان حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف. ينطلق البنك الدولي في مقاربته بالإشارة إلى أن التباين في وجهات النظر بين الأطراف المعنية الرئيسية بشأن كيفية توزيع الخسائر المالية يشكل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن أجندة إصلاح شامل لإنقاذ البلاد هذا بالإضافة إلى ترجحه أن يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل إلى اتفاق لحل الأزمات وأجراء الإصلاحات الضرورية. ويقول البنك الدولي أن هذا التباين حول كيفية توزيع الخسائر يحول دون إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي علماً أن إعادة الهيكلة تعد أمراً بالغ الأهمية لاستعادة استقرار القطاع المالي وتحقيق التعافي الاقتصادي. الأخطر أن البنك الدولي يؤكد مرة جديدة أن تعويم القطاع المالي اللبناني هو أمر غير قابل للاستمرار، وأكثر فهو يتعارض مع مبادئ إعادة الهيكلة التي تحمي دافعي الضرائب وصغار المدعين. فحجم الميزانية العمومية والخسائر المرتبطة بها والتي تجاوز 72 مليار دولار تجعل القطاع المالي في لبنان أضخم من أن يعوم، فيما الخسائر نابع عن قطاع عام متعثر في سداد ديونه ونظام مصرفي متضخم وفي حالة أعسار، بالإضافة إلى أخطر ما أشار إليه تقرير البنك الدولي وهو وضع مصرف لبنان باعتباره واقعاً تحت أكبر احتياطي سلبي في العالم. البنك الدولي اعتبر أن اعتماد أي خطة لحل الأزمة على أصول الدولة التي تساوي جزءاً بسيطاً من الخسائر المالية أو على الإرادات المحتملة للنفط والغاز والتي تحتاج إلى سنوات لتتحقق تكون خطة فاقدة للمصداقية وستبؤ بالفشل. ولفت إلى أن 1% من المودعين قبل الأزمة كانوا يملكون 50% من الودائع في وقت يملك 0.01% من المودعين فقط ما يقارب 20% من الودائع. وهو انطلق من هذه الأرقام ليشدد على أن عملية إعادة هيكلة للقطاع المصرفي ذات مصداقية يجب أن تعتمد مبادئ الأنصاف والعدالة لحماية دافع الضرائب وصغار المودعين لافتاً في هذا الإطار إلى أن تعويم القطاع المالي عبر الاستعانة بدافع الضرائب يعني الطلب من عامة المواطنين تعويض المساهمين في المصارف والمودعين الأثرياء ما سيؤدي إلى إعادة توزيع الثروة من الأسر الأفقر إلى الأسر الأغنى. والسؤال هنا ألا تتعرض خطة الحكومة مع هذا التحذير الدولي؟ يرى البنك الدولي أن الخيار الواقعي الوحيد أمام لبنان للانتهاء من نموذجه غير المجد للتنمية هو اعتماد خطة إنقاذ قائمة على ترتيب الدائنين تحمل كبار الدائنين والمساهمين التكلفة الرئيسية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحمي صغار المودعين. ويحذر البنك الدولي من أن تأخير المحاسبة على حجم الخسائر المالية لن يؤدي إلا إلى مضاعفة خسائر رأس المال البشري والاجتماعي. أما الحل فهو بحسب البنك الدولي حل لبناني داخلي يجب أن يكون منصفا وشاملا مرتكزا على معالجة فورية للأضرار التي لحقت بالميزانية العمومية واستعادة السيولة وترتيب الدائنين عبر البدء بمساهمي المصارف بما يحمي صغار المودعين. ويشير البنك الدولي إلى واقع اقتصادي كارثي خصوصا أن الانكماش على مدار أربع سنوات قد قوض ما تحقق من نمو اقتصادي على مدى خمسة عشر عاما وهو يضعف قدرة البلاد على التعافي وهكذا تصنف الأزمة اللبنانية من بين الأسوأ منذ خمسينيات القرن التاسع عشر ويضيف البنك الدولي أن الانكماش الشديد متواصل بدليل الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية والذي دفع بدوره إلى زيادة التضخم الذي من المتوقع أن يبلغ معدله لعام 2022 186% وهو ما يعد من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم يتضمن تقرير البنك الدولي قسمين في الأول يتحدث عن أداء اقتصادي كلي أسوأ أو يضاهي في أحسن الأحوال أداء دول زيمبابوي واليمن وفنزويلا والصومال أما في القسم الثاني فيحلل تقرير البنك الدولي عملية الدولرة ليخلص إلى أن الأزمة الحالية ستعزز مستويات الدولرة المرتفعة حتى بعد تحقيق التعافي يقر البنك الدولي اليوم بسوء النموذج المالي والاقتصادي الذي اتبع وعزز طيلة العقدين الماضيين وبعيدا عن الوقاع والحقائق هل يكون الوضع الكارثي للبنان معززا بشلل سياسي بين برمان مجزة وفراغ حكومي ورئاسي على حد توصيف البنك الدولي تمهيدا لإعلان لبنان دولة فاشلة